يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد نستكمل في آخر فقراتنا سلسلة غير عدساتك والتي تحدثنا بها قبل فترة لنغير بها حياتنا وطريقة تفكيرنا نحو الأفضل اليوم وفي هذه الفقرة مشاهدينا نتحدث عن العدسة الخامسة وهي التعميم وكيف يجب أن لا نعمم عما حدث معنا على الأشخاص أو الأحداث نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور طالب تكيدك استشارة تنمية بشرية وتطوير أداء يسعد صباحك؟ يسعد صباحك كيف حالك اليوم؟ تمام الحب لله أنت من أكثر ضيوفي المستمتاع وأنا بسوي معهم مقابلات أهلا وسهلا فيك قبل فترة حكينا عن سلسلة تغير عدساتك اللي هم عدسة الواقع الكمال المديح والقوة فبداية لنستذكر الحديث عن هذه العدسات هي فكرة العدسات مثل ما ذكرنا من أول لقاء كأنه أنا لابس نظارة وإذا أنا لابسنا نظارة عدساتي أن نظارة كان لون أحمر أو أزرق وبتطلع على العالم خارجي لا يعني بالضرورة أنه أحمر أو أزرق هي العدسات وقلنا من باب التشبيه أنه دماغنا فيه عدسات بداخله نتطلع من خلالها على العالم وأحياناً ما مننتبه أنه هاي عدسات ذهنية لأنها غير مرئية فمنفكر أنه الواقع هو أزرق أو أخضر أو سلبي أو إيجابي أو أياً كان من هون أجت الفكرة بالعدسات أنه النصحة أنه فيه بداخل أدمغتنا عدسات يعني هي مجازة الكلمة المنقولها وهي غير مرئية وبتأثر فعلاً بحياتنا وبدأنا إذا أنا بدي إشي فعندي عدسة الواقع لو أنا جيت بحلم بدي أعمل شغلة معينة كتير ناس بقولوا لي يا أخي خليك واقعي إنه هذا اللي بتحلم فيه إشي كتير كبير أو كتير صغير مين أنت عشان تكون كاتب أو طيار أو طبيب أو جرح أو أياً كان فحكينا عن عدسة الواقع والواقعية مين بيحدد ما هو الواقع لهذا الشخص وهاي كانت في لقاء من اللقاءات وبعدين جينا إنه عدسة الكمال إنه في أشخاص بعد ما تجوزنا مرحلة الواقع وفكرته أو عدسة الواقع منيجي للكمالية في ناس بيسعوا للكمال أنا يا إما الشغل بيكون مية بالمية أو بلا منه وهون كمان هذه فكرة إنه الكمال هل فعلاً الكمال هو رائع هو منتج هو غير منتج هاي كمان كانت عدسة ذكرناها بعدين جينا على المديح طيب أنا خلصت من الواقعية وتجوزت مرحلة الكماليات أو الكمالية إنه أنا بس على الكمال وهلأ أنا عم بشتغل وعملت إشي الناس بتيجي تمدحني عليه فأنا بس تتقل كلمة المديح وما بعرف كيف أتقبل المديح من الآخرين بدل ما أقولهم شكراً بصير أضرب بإنجازاتي في بعض الأحيان أو المديح ممكن يكون غير صادق فبيبين مبتذل وفي نفس الوقت أنا ما عندي قدرة أو مهارة كيف أنا أمدح الآخرين على أشياء صحيحة وصادقة صارت معهم أو عندهم وبدين انتقلنا للعدسة الرابعة اللي هي عدسة القوة أنه تمام تجوزنا الواقعية والكمالية والمديح وبدأنا نشتغل وإحنا في مطبات أو في عثرات بالعثرات بلزمني أستذكر المواقف القوة اللي صارت معاي لحتى تطلعني من الحفرة أو العثرة اللي أنا موجود فيها وإحنا كتير مرات لما منوقع في مشكلة نستذكر مشاكل شبيهة بدل من نستذكر تجارب ناجحة نروح منجيب كمان تجارب ما زلطت معنا فبتزيد الطين بللي وهي كانت العدسة الرابعة اليوم التعميم أنه جاوزنا كل هدول وصلنا لمرحلة طب أنا جربت مرتين تلاتة هلأ بنيجي نعمم أنه أنا جربت كل الطرق الممكنة ولا إشي بزبط هذا تعميم هدول الناس كلهم سيئين هدول الناس كلهم كذا إذا نتعملت في تعامل تجاري مثلا مع شخص من عيلة سين نعم ونقول هذا الشخص نصب علي سرح تكل أيلة نصب كل أيلة سين نصبين أو إذا كان من قرية فلانية أو من مدينة فلانية صار كل أهل البلد هاي كل أهل القرية هاي هدول كلهم نصبين أو ما تشتعل معهم أو كلهم بفهموا كلهم بفهموش هاي كلها عدسة تعميم لأنه حقيقة ما رح يكون في كل العيلة نصبين أو كل الناس نصبين أو كلهم بفهموا أو ما بفهموا استخدام ألفاظ عدسة التعميم يصنع واقع لإلي فبسير أفكر أنه هذول الأشخاص كلهم فعلا هيك وبخفف تعامل معهم وهيك بفقد نتائج كان ممكن تكون رائعة بالتعامل مع أحد الأشخاص الرائعين لكن لمجرد أني عممت على العيلة فأنا خسرت فرصة قد تكون كانت حلوة إلي نعم دكتور طالب هل الواقع الذي نعيشه هو واقع حقيقي أم تخيله وأيضا خلينا نحكي عن ما هو الكمال بين التسويف والإدرك هلا الفكرة بالواقع اللي احنا منعيشه احنا ما منعيش بواقع احنا منعيش بذكرياته إذا منيجي ناخدها بطريقة فيزيائية الواقع هو الثانية اللي أنا بكون فيها بعد ثانية أصبح ماضي بطل واقع صحيح فإحنا منعيش في ذكريات تجارب ما منعيش في الواقع عايشين في ماضي أو في أحلام مستقبل ذكرياتنا عن الماضي اللي صار هي موجودة في مخازن الذاكرة وهي اللي بتحدد توجهاتنا وأول ما بديت الجملة اليوم هلا إحنا صارت بالماضي أول ما بدينا نحكي بطلت واقع أصبحت ماضي ولو قبل عشر ثواني فكتير مهم أنه ننتبه لهذه المسألة وننتبه أنه تخزين المعلومات في داخل الدماغ بنعكس كتير طريقة بناء المعلومة في داخل الدماغ بطريقة النظر لإلها وبطريقة أرشفتها فإذا صارت تجربة معينة وأنا نظرت لها بنظرة سلبية فمعناتها راح تكون سلبية بالنسبة لإلي وحعيش معها سنوات للأمام وهي سلبية بينما الواقع إنها كانت تجربة مثال بالتعميم على الأزواج مثلا اثنين متزوجين صار بينهم مشكلة فبتلاقي النساء إذا اجتمعوا مع بعض فواحدة تقول أنا زوجي كذا بتحكي بطريقة سلبية فكلهم بأمنوا وبقولوا آمين أمم كل رجال كذا نروح لنقلة هلأ جلسة رجال الرجال الموجودين في مكان فراح يقولوا كل النساء كذا كل المدنيين كذا كل القرويين كذا كل الأجانب كذا كل العرب كذا هذه التعميمات بتجيبوا جعراس وهي غير منطقية أساسا صحيح يعني خلينا نخصص الحديث عن عدسة التعميم ما أثرها على حياتنا الشخصية إذا أنا عممت إنه كل الأشخاص سيئين كل أهل هاي البلد سيئين شو راح أشتغل معهم إذا عممت إنه كل المدراء سيئين وبالتالي راح أي وظيفة بخدها جديدة راح أبدأ وأنا عندي حكم مسبق على أي مدير موجود لمجرد إنه مدير إنه هو سلبي صح وهذه راح تأثر على وظيفتي راح تأثر على إنتاجيتي في داخل العمل إذا أنا عندي تجربة إنه كل الإناث كذا وبدأ أنا أروح أتزوج أو أخطب راح أصير أفكر عشرين مرة وراح أصير أحط كتير معيقات في الطريق وراح أغلب الناس وإذا أنا عندي فكرة عكسية إنه كل الشبابة وكل الذكور كذا فراح كمان أعمل مشاكل من وراها إذا أنا أم لبنت عندي وأجاهها عريس من باب التعميم لأنه أنا بعرف ابن أخوي وبنت أختي وكذا 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 عممت فباجي بدي أتجاوز هذه المشكلة لبنتي أنا فبعجب على العريس اللي جاي وبخلي حياته تكون كتير حلوة بسبب إنه ما بدي أوقع بنتي في مشاكل مثل ما تنين وقعوا فبروح بصنع هذا الواقع السيء وبوائعها في هاي الطريقة ليه؟ لأنني أنا عممت نعم يعني التعميم بحتال جزء كبير من حياتنا وفيه مسميات كثيرة مستخدمها مثلا إحنا العرب أو مثلا مصطلح الخلايلة مصطلحات كثيرة فخلينا نحكي عن هذا الجانب يعني بالتحديد هلأ بترجع نفس الفكرة إنه إطلاق المسميات على المدن على القرى على القبائل أو القبلية أو الحمائل حمولة كذا إحنا خلايلة كذا إحنا المآتسي كذا انتو كذا انتو كذا هذا تعميم أغلب الوقت رح يجيب مشاعر سلبية ولأنه رح يجيب مشاعر سلبية وما بوصلنا ولا سنتيمتر للأمام بطريقة مندجة إذن بدنا نخفف منه غير المسميات في عندي كمان بالأهداف أنا جربت كل الطرق وما زبطت ما في ولا طريقة زبطت هذول هاي الطريقة ممكن أنا حكي فيها إنه ما في ولا إيش بي نجح ممكن أجب من غير الأهداف إنه أنا بدي كل إشي أول إشي هاي كمان تدخل بما بين عدسة الكمال وبتدخل ما بين عدسة التعميم بشبكوا مع بعض لأنهم تقريبا وجهين لنفس العملة التنتين ممكن أجي لأشخاص للذات لأنا أنا إنسان قمة في الروعة أو أنا إنسان رائع جدا أو أنا إنسان فاشل أنا إنسان جبان أنا إنسان شجاع أنا إنسان بخاف متردد عندي رهاب اجتماعي عندي خوف عندي كذا كل هاي المصطلحات اللي منعكسها على ذواتنا وإحنا ماشيين فيها الدنيا هي من باب التعميم ما في إنسان كل حياته شجاع أو كل حياته جبان أو كل حياته ذكي أو كل حياته بتصرف بطريقة غير ذكية هي النقاط من حياتنا على منحنى الحياة إنجاز التعبير المنصبين تعلق ببالنا إنهاي النقاط إنه الإشياء السلبية صحيح وله هيك حطناها عدسة منفصلة إنه بدنا الأشخاص إنه يبدوا يوعوا كإدراك واعي إنه هذه نقطة وليست كل حياتك في منحنى الحياة على مدى مثلا عشر أو عشرين سنة إحنا منحنى في طلوعه في نزول ما بنفع أجي أخذ شخص في قمة طلوع اللي هي قمة عطاءه وقمة إنجازه وأخذ خط مستقيم وأقول هذا إنسان مبدع طول الوقت أو رائع طول الوقت أو ممتاز طول الوقت غير منطقي وبنفس الطريقة ما بنفع أجي أخذه في أدنى الأرض أو في أدنى منحنى الحياة اللي هو وضع أنه قمة الفشل كانت عندي هنا وأخذ خط عليه وأقول هذا الإنسان كله فشل ما بينفع عندي نقطة نجاح نقطة فشل والنقاط هي دائما ماشي لأنه عجلة الحياة طول ما فيه عمر ونفس وطول ما فيه دماغ يتعلم من التجارب فأي شيء بيكون فوق ممكن ينزل وأي شيء تحت كمان ممكن يطلع لأنه عجلة بتلف فبسوى كتير أنه أنا ما أخد في حالي مقلب أنه أنا رائع زيادة عن اللزوم لأنه أنا أنجزت عدة إنجازات رائعة وبنفس الوقت لو تعثرت وفشلت بين قسين عدة مرات ما بحكي عن حالي فاشل أنا فشلت في أربع خمس تجارب بس مش أنا فاشل هذه إذا بصحالها بتساعدني كتير لأنه تعني أخذ موقفين اتنين وقعوا بحفرة حفرة طبعا مجازا مشكلة في الحياة هذا الشخص صريح كان حالي فاشل هذا الشخص بقول أنا تعثرت عندي لحظة فشل أنه منهم رح يطلع أسرع اللي رح قالتاني أنه أنا تعثرت صار عندي لحظات فشل رح أتعلم منها أشوف شو عملت وما وصلني وأتعلم منه وأاخد خبرة للمرات ومن هذه فترة معينة وحتعد التنين رح يطلعوا هذا رح يقعد خمس ست شهور بسمات البدن وحيجبر أنه يطلع لأنه الدنيا ضد الماشية وهذا سيقعد ساعتين ثلاثة أسبوعين ثلاثة ورح يطلع الخروج للشخص الثاني رح يكون كتير أسرع من الأول وهذه نقطة كمان كتير مهمة يعني حكينا أيضا عن أثر التعميم على الحياة الشخصية ولكن خلينا نحكي عن سلبياتك بشكل معمق أكثر هلأ هي إسا أكتر إش بالسلبيات أنه عدم إنتاجية إذا أنا حكيت عن التعميم بالثلاث جوانب سواء بإطلاق المسميات أو بالأهداف أو بالذات وأخدت كل هدول كمان شغلة ممكن تكون سلبية ولا حدا بيحترمني هاي كتير بسمعها مثلا بين موظفين ما حدا بيحترمني في البيت ما في حدا بيحبني في المدرسة ما في حدا بيحبني إذا نيجي نأخذ هاي ولا حدا كلمة ولا حدا هاي كمان نوع من التعميم السلبي إنه إطلاق على العموم وبالآخر تلاقي موظف واحد من ضمن خمسين موظف حكالي كلمة فأنا أخدت الكلمة وعممتها ع كل المكان وأصبح ولا حدا في هذا المكان بيحترمني كيف نتعامل مع هاي السلبيات إنه نبدأ نسأل حالنا أو نسأل الآخرين إذا سمعنا منهم هاي المصطلحات أو هاي الألفاظ إذا سمعت كلمة كل بسأله سؤال مضاد هل ممكن في حدا يكون منيح؟ كل رجال مش منح مثلا يمكن في شخص واحد من الذكور منيح ولو واحد ممكن إذا كانت أنفة لعم تحكي أبوك أخوك أبن عمك في التاريخ ممكن يكون في شخص لا ينطبق عليه لكلية هاي إذا قالت نعم وأغلب الظن بتقول نعم إذا نبطل كل صار كتير من معظم الرجال معظم النساء معظم المدنيين معظم القرويين معظم العرب معظم الأجانب أو جزء من هذه الكلمة نبطل نستعمل كلمة كل ونصير نستعمل كلمة غالبا أغلب الناس بعض الناس جزء من هذا الألفاظ لو ندرب عليها شهرين ثلاثة كتير نفسيتنا رح ترتاح لأنه إحنا من منسم بدن حالنا بقرار ذاتي باستخدام الألفاظ اللي بنستعملها وإحنا غير مدركين وزن ومدى تأثير هاي الألفاظ على حياتنا بيجي شخص بقول ولا حدا ممكن أسأله مين بالضبط وأسأله كيف بتحب يحترمك ولا حدا بيحترمني بالشغل كيف بتحب يتم احترامك ما بحب حدا يحكي معك بصوت عالي اه اوكي إذن كانت من موضوع احترام كبير صارت أنه انت بس جاي من بي أما تحب بصوت العالي إذن لو حكينا للشخص المقابل ما يحكي معك بصوت عالي أصبح الناس بحترموك اه انتهت مشكلة لأنه فهمنا حقيقتها طبعا هي مشبهها البساطة ولكن فقط المثال لتبسيط الفكرة نعم أيدا خلينا نحكي عن العلاقة بين التجربة الحسية وشو علاقتها بالتعميم التجربة الحسية هي من المسائل اللي احنا نعيشها التجربة الحسية هي تجربة أنا عيشتها حقيقة أنا كنت في مناسبة كنت في حفلة مع كنت في مطعم مع صحاب وهي تجربة حسية عشناها لمدة ساعتين مثلا بهذه الساعتين كنا مبسوطين وكان الأكل كتير حلو أو كانت المناسبة كتير حلوة وبآخر خمس دقائق صار في إشي سلبي احنا شو من روح من نحكي إنه هذا الإشي السلبي أجر فلان خرب كل الاجتماع خرب كل العرص خرب الحفلة هو ما خرب لا الحفلة ولا الاجتماع ولا ما ذكر هو خرب ذكريات التجربة في أدمغتنا إنه واقعيا حفلة العرص ما خربت إحنا فعليا عشنا ساعتين رائعين بجنن وحلوين كان فيها فرح ورأس وموسيقى وانبساط ومبسوط لإلي ومبسوط للناس اللي حوالي واللي بحبهم واللي دعوني لهذا العرص حقيقة صارت طب شو اللي خرب هي كل اللي صار دخل كذكرة أو كذاكرة في ذاكرة الدماغ وملف الذاكرة طبع هاي التجربة آخر جزء منه كان سلبي فإحنا شو عملنا أخذنا هذا الجزء لغينا في ذاكرتنا كل اللي صار مسبقا اللي كان رائع وأخذنا الجزء السلبي وعممنا بعدسة التعميم على كل التجربة فأصبحت ذكريات التجربة في أدمغتنا هي اللي صارت سلبية وليست التجربة الحقيقية نعم طب ليش عادة بتم التركيز على السلبيات وعلى الجزئيات الجزئية السلبية تدريباً نعم أي شيء ندرب عليه كثير سنصبح رائعين فيه ويشيء ندرب عليه أقل سنكون هو التفسير السلبي والتعميم السلبي هي مهارة تم تدريبنا عليها ودربنا حلنا عليها نحن غير مدركين مئات ألاف المرات لدرجة أنها أصبح طبيعة ثانية لنا ينطيكي مثال بسيط لو ران جرس تلفون عندكم بالبت الساعة تنتين ونص وقت وقت الصبح ما أول شيء يخطر عبالنا لا يوجد شيء سيء لا يوجد شيء سيء وممكن جداً يكون النمرة غلطة لا يوجد شيء سيء لكن من وقت ما أصحى أو أنتبه لرنة التلفون بغاية ما أرد على التلفون وأكتشف أنه صح أو غلط هاي الثماني أو الدقائق اللي أنا عشتها يكون عندي شعور سلبي مش طبيعي والسبب أنه أنا بحط تعميمات على أشياء قد تكون وقد لا تكون فالحكم المسبق على الأشياء بيخلق واقع بالنسبة لي بعيش فترة قلق كتير كبيرة والآخر بيطلع ما في شيء صحيح هذا بسبب التعميم نعم إن هي تدريب هي تدريب إنه نبدأ ندرب حالنا فشو بدنا ندرب حالنا اليوم إنه أي شخص سواء أنا أو غيري بيستخدم كلمة كل نسأله طب هل ممكن فيه حدا يكون مضاد إذا فيه واحد مضاد بطل كل منطقيا إذا منقول ولا حدا بسأل على طول سؤال طيب مين بالضبط ولا حدا بيحبني ولا حدا بيحترمني مين بالضبط ما بيحبك وشو حكالك بالضبط علشان أو شو سوى وبعد ما أسأله شو سوى طب كيف تحب يعبرو لك عن حبهم كيف تحب يعبرو لك عن احترامهم بأخد منه الفعل اللي هو بيحب إنه نتصرف معه فيه وإذا إحنا معنيين بهذا الشخص نتصرف معه بهذه الطريقة هذه أسهل وأبسط الطرق نبدأ فيها تأخذ وقت هي بسيطة ومش بالضرورة سهلة ممكن شهر زمان أدرب حالي عليها بعد شهر أكيد سيشوف فرق وبعد ثلاث شهور ممارسة لحوالي أكيد سيشوف فرق مضمون يعني معك فعلة نعم هو لقاء ممتع ولكن للأسف انتهى وقتنا كل شكر إليك دكتور طالبة كيدك استشارة تنمية بشرية وتطوير أداء ونهارك سعيد نورك شاهدينك من كون وصلنا لنهاية حلقتنا من الله يصبحكم بالخير كل الشكر الضيوف اللي رافقونا في الحلقة وشكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى